بسم الله الرحمن الرحيم ازيك يا جماعة عاملين ايه انا معكم اختوكم ياسمين حمدي فرقة ثالثة ان شاء الله هنشرح محاضرة البارا سنباس وما متك قبل ما نشرح حابين بس ندعي لزمائلنا التوفاهم الله ربنا رحمهم جميعا يا رب ويسكنوا في فسيح جناته ويجعل ما تفاهم الجنة يا ربنا رحمهم جميعا قبل ما ابدأ برضو عارفة ان احنا سنة اولى وعارفة ان احنا الدنيا مش سهلة بالنسبة لنا خالص آآ في عفرات كتير بتقابلنا آآ ده شيء طبيعي هي قبلت قبلكم ناس كتير آآ احنا لما كنا برضو في سنة اولى كنا كنا تاهين جدا وكنا عاملين يعني خلاص يعني كنا مبهدنين الدنيا ده شيء طبيعي شيء طبيعي انك في السنة اولى انك تكون مش عارف حاجة انك تكون آآ الموضوع بالنسبة لك صعب آآ صعب بحبتين تلاتة ده شيء طبيعي جدا بس بعد كده والله هتحس ان الدنيا سهلة خالص الدنيا سهلة خالص آآ ايه اللي انا كنت في ده الحتة دي اللي كانت صعبة بالنسبة لي وكنت مدهولة الدنيا عشانها وكنت مش طريقة نفسي ده انا كانت ده طريقة تافة جدا ففيما بعد هتحس يعني هتتحك على انت كنت بتعمله فنستحمل ونصبر حاجة كل حاجة بداياتنا بتبقى صعبة ده شيء طبيعي فتكر نفسك كنت داخل قولها وسانا وانت داخل قولها عددي كتدينة برضو عاملة معك عمالها فطبيعي برضو في كلها تعمل معك عمال كده تمام فنستحمل يعني نصبر الدنيا كلها سواء آآ تعليم او غيرها فهي عبارة عن عثرات وشطرتك بقى انك توفق قدام العثرات دي توفق قدام اي صعوب مش بشطرة منك هي شطرتك مش ان انت تقاوم هي شطرة في حاجة واحدة انك تستعين بربنا وانك تتوكل عليه وانك تكون واثق في ربنا ثقتك في ربنا في حد ذاتها آآ دي مفتاح دي مفتاح انك تحل اي مشكلة فدع المقادرة تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البالي ما بين غمضة ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حالي نبدأ باذن الله هنشرح البارسن باسو ماميتك دراكس قبل ما نخش على طول عايزين بس نسترجع الاوتونوميك نيرفا السيستم والكلام ده كله انا خنافل في السولي جيم عارفة يعني الاوتونوميك نيرفا السيستم قال لك هو ايه هو جهاز في جسمك بيتحكم في بتاعتك الحركات اللي هي اراضية بتاعتك وقسمنا الى سمباساتك وبارا سمباساتك وقلنا ان السمباساتك بيشتغل في الفايت اند فلايت او الفايت اللي هو وقت الخوف ووقت العصبية ووقت النرفزة آآ تمام ويه البارا سمباساتك ده انت قاعد مسترخي بقى وخلاص الدنيا يعني محدش همك يعني في تمام تمام آآ هنيجي بقى نشوف بعض الاكشنز بتاعت السمباساتك السمباساتك مش عايزين نخط فيه احنا بس ولا الحاجة دي بس مجرد رسمة وضوحي فاحنا هنسترجع مع بعض كده مسلا السمباساتك قلنا بيشتغل وقت الايه وقت الخوف وقت العصبية وقت الحاجات دي فمسلا بيزود يعني بيزود ضغط الدم من الاخر يعني هيزور لك ضغط الدم هيعمل لك بيضيق الاوعات الدموية على بتاع بتاع الجدار بتاع مسلا اللي هو المعدة هيزود هيقلل وهيقلل تمام هيعمل في الوول طيب اللي يهمنا بقى ما يهمناش الكلام ده ما يهمناش الكلام ده يهمنا بس هو كان عبارة عن ايه قال لك مسلا عن على القلب هيقلل هيقلل الضغط الدم على على اللي هو القصبة الهوائية يعني هيعمل برونكو هيدايقها على الول بتاع المصل سواء كان مسلا استومك اللي هو المعدة اه او اللي هي المسانة البولية بيعمل في ايه بيعمل في في المصل تمام فالبرس مباساتك يعني ايه يعني بيزود لك يعني زود لك كل بتاعت جسمك زي افرازات دموع تمام اه اللي هو الحمز الهيzeich Santo بتاع اللي هو الحتمك ده اعمال البرو مباساتك تمام تعمل بالبرس مباساتك وبقى هتعمل نفس الهيشن بتاع البرس مباساتك هتعملك هتاخد لك هتخذ الالج ده هيديك نفس التأسير طيب يا سيدي قال لك ان الموضلة ده عبارة عن البرين او هي جزء من برين يعني. عوضا عن البرين يعني. وحططها عوضا عن البرين اللي هو المخ. وده لحبل الشوكي. تمام? بيطلع منه حاجة اسمها بري جانجيلونيك فايبرز. احنا اخذنا الكلام ده كله في الفيسولوجي. تمام? مفيش مشكلة. بري جانجيلونيك فايبرز هتعمل اللي في جانجيلية. وهيطلع منها بوسط جانجيلونيك فايبرز هتروح لإيه? للأورجنز بقى تديها الاكشن. اه لما تروح لأورجنز دي ترد عليها بايه? باستجابة. تمام? قال لك ان الاسطاع الكولين ده في كل كل سواء كانت برا سمبساتيك او سواء كانت سمبساتيك. تمام? تب بالنسبة قال لك موجود في كل برا سمبساتيك ومش في كل سمبساتيك. اما الموجود فين في سمبساتيك قال لك في السويت جيلاند والبلاد فيسلز بتاعت الاسكليتة المصر. وموجود فيه السي ان اس بنسبة اه بيعمل يعي السين اس اللي هو سنتران نيرفا سيستم او البرين يعني. المخ مخك. مخك. الجزء بتاع مخك يعني. تمام? فاحنا كده عرفنا ان اسطاع الكولين موجود فين? موجود في كل بري جانجيلونيك فايبرز سواء سمبساتيك او برا سمبساتيك. موجود في البوستجانجيلونيك فايبرز آآ برا سمبساتيك. كل البرا سمبساتيك. الجزء بتاع السمبساتيك مش في كله. اللي راح بس اللي هي سويت جيلاندس اللي هي الغدادة العراقية. والبلاد فيسلز اللي راحة للاسكليتة المصر اللي راحة للعضلات الحركية. تمام? تمام. الاسطاع الكولين بقى ده نيروترانسبيتر. بيروح يمسك فين? بيروح يمسك في ريسيبتور اللي هو مستقبل. المستقبل 고ها دي اسمها الكولينيرجيك ريسيبتور personajes. دي تقسمها الى مسكرينيك ريسيبتور وس ونيكوتينيك ريسيبتور. تمام? تمام. ها هي بت kilosم الى ام واحد و ام اتنين و ام تلاتة موجودة في اغلب الاماكن في جسمك. اما النيكوتينيك ريسيبتورز موجودة في مكانين الاتنين بس. اللي هما آآ نسكليتا المصل. والإن الن موجودة في الجانجلية. تمام? والادرينا المعrance. الادرينا الجي لاند اللي هي ايه? اللي هي الغودة الفوق كالاوية او الغودة اللي هي الفوق كاليا يعني. آآ وقال لك ان الادرينا دي يعتبر اللي برضو يعتبر هصل فيها موديفيكيشن. لان حصل فيها تعديل يعني هي اصلاك تجنجلية حصل فيها شوية تعديلات وتحول لادرينا الجيلاند. تمام? ففي النهاية ان موجودة الMich divine مصل وان ان موجودة في الجانجليا ومعها الادرينا الجيلاند. ومسكرينيك ريسيبتور قسمناها اما واحد وام اتنين وام تلاتة ما هي منشية موجودة فيه. طيب. هنيجي بقى للباراسمباسو مايميتيكس اللي هي الدراجز اللي بتديك نفس الاكشن بتاع الباراسمباساتك. التعريف سهل جدا قال لك الباراسمباسو مايميتيك او الكولونيرجيك دراجز. اسمع الكولونيرجيك ليه? نسبة للأسطال الكولين والكولونيرجيك الكولونيرجيك ريسيبتور اللي بيشتاع عليها. ماشي اه كولونيرجيك دراجز ار دراجز زاد بروديوز بتديك ايه باراسمباساتك لايك اكشن يعني اكشنز مشابهة لعمل الباراسمباساتك. طيب. الاكشنز بتاع الباراسمباسو مايميتك. بتبقى فعال الادوية دي هتتعمل ايه? قال لك بص يا سيدي احنا نقسمها اكشنز بتاع المسكرينيك ريسيبتور يعني اكشنز لها علاقة بانها هتعمل يعني تحفز المسكرينيك ريسيبتور. احنا قلنا المسكرينيك موجودة في مكان والنيكوتونيك موجودة في مكان تاني. فانا لما اديك دواء يروح يشتعل على او يعمل نفس اكشن الباراسمباساتك. لما يروح للمسكرينيك هديك حاجة ولما يروح النيكوتونيك هديك حاجة تانية صح? صح. واملتك بتاع النيكوتونيك ريسيبتور. تمام ماشي. هنيجي بال بتاعت المسكرينيك ريسبتور. هتأثيرها المسكرينيك ريسبتور في منها اه ما تعمل يا عم. في منها موجود في الموجود فين? موجود في الكارديو فاسكلر. الكارديو فاسكلر سيستم اللي هو جهاز القلب والعاء الدمائي. تمام في منها موجود برضو في اللي هي العين. تالت حاجة موجود فيها اللي هي البرونكاي اللي هي السيستم جهاز التنفسي يعني اللي هو اه اللي هو الجهاز الهضم يعني ماشي هنيجي اه انزا يعني الجزء التنسولي من جسمك اللي هو الجهاز البولي يعني طيب بتاع النيكوتينيك ريسيبتور ازاي ما احنا لسه قالين ان هي ان اما موجودة في الاسكليتا المصل دي هتكون في الاسكليتا المصل يعني والتانية تمام يبقى موجودة في كزا حاجة في حاجات كتير او في جسمك والنيكوتينيك موجودة في حاجات اتنين بس احنا قلنا ده كده تبورة طيب اول تأثير قلنا على تأثير قال لك اول حاجة هتسبب ايه قال لك هتقلل من اللي هو معدل ضربات القلب هيقل فيها معدل ضربات القلب يعني عدد ضربات القلب في الديئة وكمان هيقلل الكارديك اوت بوت اللي هي كمية الدم كمية الدم المفروض تطلع من من القلب في الديئة برد فبيقلل الاتين دول فكون انه يقلل الاتين دولت فكده بيقلل البلاد بريشر تمام وكمان بيقلل بطرقة تانية قال لك دي كريز بطرقة تانية تعال ما نرسم كده ونقولها بشرح وبعدين نقرأ ماشي ادي كده بتاعتك اهية تمام البلاد بتاعتك اهية اه بتتكون من ايه اللي هو الوعق دموي سواء كان آآ سواء كان ذين قال لك بص بتتكون من تلات حاجات تلاتة تلات طبقة الطبقة جوه اسمها ديت اللي مقابلة للدم اللي ماشي ده اللي هي يعني اسمها او والطبقة اللي في النص اللي هي تمام اللي هي الجزء البلق الكبير بتاع المصل يعني والجزء اللي برا ده اللي هو يبقى تتكون من تلات طبقاته قال لك تحت ديت فيه حاجة اسمها هنا كده تحت دي في حاجة اسمها الام تلاتة اللي هي ماسكرينيك ريسبتور زيعا الماسكرينيك ريسبتور زيديت اللي موجوده تحت الاندوسيال لسيلز لما تاخد ايه ده ماشي لما تاخد مسلا دواء بار القيام بستو هيروح يمسك في الماسكرينيك ريسبتور الرقم ثلاتة دي فلما يمسك فيها هيتطلع لك حاجة اسمها النايتريك اوكسايد ده اللي هو ان او ماشي ده احد الفوزو دوليتورز اللي موجودة في جسمك احد الحاجات اللي بتعمل في فلما يطلع في طبقة المصل. تماما هاديفيوس فيها هينتشر فيها. لما ينتشر فيها طلع لك حاجة اسمها البروتين كاينيز جي. البروتين كاينيز جي هيسبب هيبر بولاريزيشن. اي حرفوا يعرفون اسمي كده خلص. بروتين كاينيز جي هيسبب هيبر بولاريزيشن. اللي هو كان في احنا خدنا في اكشن بوتينشيال اكيد خدناها في الفيسولة دي عبارة عن اه يتبعه وبعد كده بيطلع بيحصل بعد فالهايبر بولاريزيشن. فالهايبر بولاريزيشن ديت ما المصل بتبقى مش في حالة نشاط خالص. بتبقى بقعة. فانت آآ بيحصل عندك. اللي هو ايه? يعني ارتخاء للمصل. فلما المصل بتاعت البلات فيسل تراخي يعني هتوسع. خلاص? يبقى تعمى نقرأ بقى. قال لك دي كريز ان بلات برشار هيسبب فازو دولاتيشن. انت هتقال البلات برشار عن طريق انك هتوسع لواعيات دموية. آآ 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 يعني قال البلات برشار بطريقة غير مباشرة. لانه لما مسك في المسكرينيك ريسيبتور محصلش فازو دولاتيشن على طول. ده قعد آآ يطلع حاجات ويخرج حاجات والكلام ده كله وبعدين حصل فازو دولاتيشن. آآ قال لك ازاي? قال لك الاسطار الكولين هيكتيفيت المسكرينيك ريسيبتور اللي موجودة في اللي عاملها مغطية للمسل. لعضاء الملسائي اللي موجودة في ده بينتب من ايه? قال لك ده تعمل نهارك بديه. آآ 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 او هيتطلع لك النايتروك اكسايد. النايتروك اكسايد يعني هينتشر في الفاسكولار ميكوزا الطبقة بتاعة اللسموس مصر اللي موجودة في البروتين كاينيس جي عشان يطلع حاجة اسمها البروتين كاينيس جي لما يطلع البروتين كاينيس جي هيسبب فيقوم يحصل نتيجة في المصر خلصانة تمام انا عايزة اللي بتعملها يا عمي لسه رجع تاني علش ماشي يبقى هو على هيقلل وهيقلل ماشي فاحنا قلنا انه هو بيقلل بيقلل عدد ضربات القلب وبيقلل كمية الدم اللي خارجه من القلب وهيقلل عن طريق انه هو هيسبب بطريقة غير مباشرة عن طريق انه هيخرج بعد ما خرج خرج هيروح يمسك في اللي موجودة تحت فا آآ ثانية بس كده ثانية نعجنت لأ لعزة عن طريق ان ان هو اللي همسك في 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 خرج نايتروك اوكسايد النايتروك اوكسايد هتديفيوز في المسكريلوزا فا آآ هتخرج البروتين جي فالبروتين جي يسبب يسبب فاظو فنتيجة بتاع المصر فكده بيقلل بطريقة غير مباشرة بعدين تأثيره على آآ اللي هو العيني يعني هناخد بس كده نقرب بتاع دي ونشوف كده العين بتاعتنا عبارة عن ايه من فوق من برة خلص دي الكورنيا الكورنيا اللي هي عبارة عن الكورنيا ودي هاته اللي هي لون لون العيني يعني سواء اخضر بني اصمر كده وده البيوبل بتعمل نرسمها بتاع تاني دي كده جزء يا عمي ده كده البيوبل اللي هو اللي النني تقريبا اسمه النني اللي هو الجزء السود يا حضقة العين اللي هو الجزء السود من عينك يعني اللي هو بخصرش دي بتعمل نحملها تحت كده دي يعني ايه طلع فوق كده يصدق دي كده البيوبل ودي كده الايرز تمام تمام دي الايرز اللي هو لون عينك يعني فيها نوعاني اتنين من المصل زي ما احنا كنا اخذنا في الفيسولوجي نوعاني اتنين من المصل فيننزل تحت لو سمحت اه بتبقى مدورة ودي ليتور اللي هي بتبقى مطاولة كده تمام بتعمل ايه بتعمل بتحدي بتضيق حدقة العين تمام فبتخلي عينك كده بتضيق حدقة العين اللي تخلي السود يقلي ودي ليتور بيبل لي مصل لما يحصل فيها كونتراكشن فبت ايه بتوسع حدقة العين لانها فبتوسع فبتوسع حدقة العين يعني ايه هدي كده عينك ايه وهدي كده الايرز ايه والبيبل اه في النص فهي بتوسع حدقة العين بتخليها كبيرة كده تمام تمام طيب يا سيدي طيب انت بتقول له الكلام ده ليه هتعرفه دلوقتي طيب بص بقى هنرجحها تاني دي كده الايرز ماشي وهدي كده البيبل وهدي كده هنا السيدي ريمصل وهنا كده السيدي ريمصل تمام ايه السيدي ريمصل ديت مصل موجودة في العين طيب اه احنا اخدنا خطاع في في العين عشان نجيب لك المشهة الداعي فا ايه اللي حصل بقى وايه المشكلة برضو مش فاهم قالك ان فيها مسكرينك ريسيبتور المسكرينك ريسيبتور دي لما هيجي مسلا جهاز القصد البرة سمباس وماماتك يمسك فيها اه هيمسك فين بقى هيمسك في او هيعمل الكنتراكشن للكنستريكتور بيبل لمصر فلما يحصل فيها هتشد الايرز كده وتشد الايرز كده فالبيبل هتديق تمام فيحض الحاجة اسمها مايوزس اللي هو ان حادة العين داقت طيب انا برضو استفدت ايه لما حصل مايوزس قالك انت مش هتستفيد من المايوزس ايه مش هتستفيد من المايوزس بنفسه وانما لما الايرز تخش الجوه كده فالانجل بتاع الايه بتاع العين هتوسع الزاويت هتوسع برضو انا استفدت ايه السائل بتاع العين اللي هو هنا كده هيرنشي يتصرف هنا كده اللي هو اسمه ايه ده اه او قصدي لما لما السائل ده يتصرف هيقل ضغط العين اللي هو تمام فيه امراض بيزيد فيها ضغط العين زي مرة ده اسمه الجولوكوما تمام فالي هو الماي الزرق على العين يعني انا ما جبتش لها صورة مش مشكلة ماشي هبقىاش عارفوا ليه اصلا. المهم اه ماشي. يبقى احنا اخذنا كده. يبقى احنا قلنا ان ان ضغط الدم ضغط العين بيقل. حاجة تانية ان السيلر يمصل موجود فيها المسكرينيك ريسيبتور. بصوا يا جماعة. طبعا انا قصلت نفسه عشان اجيب الصورة للجلوكوما. اه دي صورة اللي هي الماء الزرق على العين. اه بيبقى فيها اه اه زادة ضغط الزرق بتاع العين اللي هو فبيزيد. اه طيب نقرأ بقى المكتوب قال لك ان 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 تأثيره على الاي انه بيستمولات اللي هي المصل اللي احنا شفناها دي. اه فلما يستمولات اه ما قلناش حتة دي ما كان من نهاج صحيح. معلش يا جماعة. السيلر يمصل اهي. تمام? اه دي حتة السيلر يمصل. لما يعمل لها كنتراكشن فهتزوق اللينس دي هيت دي اسمها اللينس دي ده عدسة العين. فلما اه لما مسلا كده وتضغط على العدسة العدسة هتزيد بتاعتها. هتزيد يعني هتقعر كده او انه مش عارفة اه هتقعر تعريبا يعني. فالله هيحصل الله ما سألها عنها يا جاستم لما تقعر كده هتبقى قصاد البيوبل بالزبط او هتتركز قصاد البيوبل. فالحاجة القريبة من عينك انت هتعرف تشوفها كويس. يعني بتسهل من يعني بتسهل من انت تشوف الحاجة القريبة. ده عشان تشوف الحاجة القريبة ده ميكانيزم كبير يعني وموضوع كبير. فبيحصل فيه ان اللينس بتكونتراكت وتضغط على اللينس اللي هي العدسة بحيس ان انت تشوف الحاجة القريبة. تمام? تعامنا قريبة. اللي هو قال لك بتستيموليات السيليري مصل. فبيحصل اه انك اللي انت بتعرف تشوف الحاجة القريبة. اللي هو تاني حاجة هتعمل هتعمل اللي هي مصل يعني. اللي هي موجودة في دي. هتسبب مايوزس اللي هو حادقة العين هتدياء. فبيحصل ماركت في اللي هو حادقة العين يعني هتدياء. تالت حاجة يعني بتخلي العين تدمع اللي هو بيسبب زي ما احنا قلنا بيقالله ازاي? وكده. ده تأثيره على العين. يبقى هو بيستيمولات علشان تشوف الحاجة قريبة. آآ بيكونتراكت فيسبب تمام? فلما يسبب بالطبع يعني او نتيجة لكده هيقالل ومم انه بيقل انه بقصد بيزود في كل حاجة فيزود. تمام? ادي دي الكوليكومة. ماشي. ده حاجة تأثيره قلنا على البرونكاي. البرونكاي ادي كده دي صورة البرونكاي اهي? دي كده البرونكاي اللي هي الشعاب الهوائية يعني تقريبا. اما دي هي القصبة الهوائية. وده الحنجرة. تمام? لارينكس وتراكية والبرونكاي. تمام? آآ دي البرونكاي بقى. قال يعني هيديقها. بما انه بيعمل للمسلز فهي من ضمن المسلز هيعمل فيها هيعمل هيديق البرونكاي. رابح حاجة قال لك انه هو اه في الجي اي تي بقى هيزود والجسريك آآ هيزود الافرازات بتاعت اللي هي الغودة اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت اللي هي بتاع المعدة. وهيزود كمان هيزود حركة الامعاء والافرازات بتاعتها. يبقى هيزود افرازات الامعاء والمعدة وهيزود بتاعت الامعاء. خمس حاجة في اللي هو البولي والتناسولي آآ بيقال لك بيزود التون بتاعت همش كاتب يعني بس يعني هي معناها كده هيزود التون بتاعت فهيعمل يعني هيخرج برة يعني هيحصل انك هتخش الحمام يعني. ايه التون اصلا انا عملت اعمل وما طلعتش الصور. دي صورة دي صورة كاملة يعني. ده كده ودي كده اللي استمك لها المعدة ودي كده الامعاء. تمام? اهي. دي كده التحتانية ده ايه. فقال لك هيزود التون فيها يعني هيزود الكونتراكشن. فيحصل هيخرج اليورن ويحصل آآ انك هتخش حمامه كده. هي التون اصلا التون هي في في المسلز بتاعتك. يعني انقباض عضلي دائم وبسيط على طول في العضلات بتاعتك. آآ ده بيحصل دي دي حاجة ربنا خلقنا بها ان العضات كلتها بتكون في انقباض عضلي بسيط. آآ سواء انت كنت نايم سواء انت كنت تشتغل فحتى العضاتك لو انت نايم وما تعملش اي مجهود خالص هي عضات برضو فيها بسيط. تمام يبقى تأثيره على تأثيره على تأثيره على تأثيره على بتاعت الغدد اللاعبية والامعاء والمعدة. وهيزود بتاعت الامعاء. في الجينيوت في الجينيوت في الجينيوت هي هيزود التون بتاعت في هيعمل اكسبالشان اكسبالشان طيب آآ ايه بقى الكولينيرجيك ايجنتيس ادفيرس ايفيكتس ايه ايه يا بقى ادفيرس ايفيكتس بتاعت البراسن باس وماميتك. اول حاجة هيسبب براديكارديا وايبوتينشان براديكارديا يعني آآ نقص في عدد ضربات القلب. مش احنا قلنا ان هو بيقلل الضغط تمام? بيقلل الضغط بيقلل هارت ريت اللي هو عدد ضربات القلب في الديئة. آآ فلما يقلل عدد ضربات القلب هيسبب لك حاجة اسمها براديكارديا. اللي هو انخفاض ضغط الدام. ما هو بيقلل هارت ريت بيقلل لك بيسبب بيوسع الاوعاء الدموية بيقلل ها ممكن يدخل معاك في انه سبب لك لو انخفاض ضغط الدام. تاني حاجة اللي هو حدقة العين بتديق زي ما احنا شفنا لانه بيعمل او بيستيمولات تمام? آآ تاني حاجة ايه هي كل ديت عبارة عن موجودة في الجسم. وهو هيزود اللي هي الدموع يعني. اللي هي اللعاب. اللي هو ايه العرق. آآ تاني حاجة يعني حاجة عجلة. فجأة كده. اللي هو انت عايز فجأة كده تخش الحمام ومش قادر تستحمل. لانه بيبقى سابب ايه? بيسبب للول. ورلاكسيشن في اللي سفينكتر. فبيساعد من الواحد يخش الحمام يعني بيمهد حدوث عملية الدخول الحمام. آآ بعدين اربعة برونكو آآ برونكو سبازم هيديق البرونكاي. تمام? وهيزود كمان البرونكالسيكريشن. هي بتطلع ميوكا السيكريشن مخاط كده. آآ بيطلع بيطلعه. فبالتالي يعني هو من ضمن السيكريشن زي موجودة في جسمك. آآ خمس حاجة كلك وضائرية. كلك يعني مغس معوي. يعني بحاسس فيه دربكة ببطنك كده. لانه هو عمال يحرك الامعاء وكده. فبتزود يعني يعني المغس عبر عن ايه انت حاسس ان حاجة عملت تحرك في بطنك يعني الامعاء عملت تتحرك. فاااااااا فالكوليك يعني بتحس بمغس معها. آآ فالمغس ده ببماهد حدوث يعني من ضمن يعني مش من ضمن المكانزمات القصدي. الكوليك لما مسلا تزيد الخاص في المصل وكده فاااا فده بيساعد على حدوث يعني بيهيئ حدوث اللي هو الترجيع يعني ضايرية نفس الكلام برضو اللي هو اسهال يعني مسلا عضوات الأمعاء عامات تنقبط فعني كل شوية تخش الحمام بقى اه هيبر اسيدتي وبيبتيك ايه هيبر اسيدتي قال لك بص يا سيد الستومك ده بتطلع حاجة اسمها الحمض الحمض القوي طبعا زي ما احنا عارفين فبتطلع عليها عشان تساعد على هضم الطعام اللي بينزل فيها طيب اله ده لو لو احنا قلنا ان هي البراسم باسماماتك هزود السيكريشن واله سيكريشن من ضمن السيكريشن اللي موجودة في جسمك فاله سيل لما يطلع ويسبب هيبر اسيدتي يعني ايه هيبر اسيدتي يعني هيعلى قوي فهيروح ياكل في جدور المعدة ده فلما يقل فجدور المعدة هي ايه هيسبب لك بيبتيكالثر اللي هي قرحة المعدة يبقى ده ايه ده بتاعت الادفرس افكتس بتاعت الكولينيرشيك ايجانس اول حاجة هيسبب راديكارديا وهايبوتينشن تاني حاجة مايوزيس والاكريميشن وسلايفيشن وسويتينج تات حاجة اه ارجانسي اه اندسبونتين واسمكتوريشن رابح حاجة برونكوسبازم وهيزود البرونكويل سيكريشن خمس حاجة كوليك وضيارية وهيبر اسيدتي هتقدي الى بيبتيكالثر طيب امتى بقى ما استخدمش الكلام ده كله امتى ما استخدمش الباراسمباسوماميتك قال لك ما تستخدمش الباراسمباسوماميتك لو اول حاجة لو لو عندك عيان ببراديكارديا اللي هو اصلا اه قلبه عنده مشكلة واللي تحتها ديت اللي هو فشل اه قلب فشل القلب يعني فشل قلبي القلب مش عارف يضخ الدم كويس مش عارف يقوم بوظيفه فبالتالي مش هيديك ضربات قلب كويسة او مش هيضخ الدم بعض ضربات القلب الطبعية فهتقل ضربات القلب فهيعاني من براديكارديا او هارت بلوك هارت بلوك وقلبه اه وقلبه حصل له هارت فلير او كده يعني فشل في القلب وروح تدلو حاجة اه تعجز من القلب القلب كده كده اصلا يعني مش قادم تمام اه تاني حاجة برونكي الازمة برونكي الازمة يعني الناس اللي هي عندها حاسية على صدرها دي اللي هي ما عندها حاسية من حاجة معينة فلما بتشمل الحاجة دي بتبدأ تتخنق وتكح وممكن توصل بقى انها هتموت فهو مشكلتها بيحصل اه برونكو كونستريكشن بيحصل حاجات كتير من دونها بيحصل برونكو كونستريكشن اللي هو البرونكاي هتحصل فيها كونستريكشن يعني هتنقبض فانت فانت كده 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 هي اصلا برونكاي عندك ديقة او حصل فيها انقبض هتروح تدلو برس مباس ومامتك يعمل له برونكو كونستريكشن كمان يعني انت كده بيتمهوته اصلا تالت حاجة لو حد عنده كرحة معده كرحة معده لها كذا سبب ممكن يكون سبب اللي حصلت للشخص ده ان الاسد بتاعه عالي فلما لما زاد كلف الجدار بتاع المعدة سبب سبب كرحة معده فانت تروح تدلو برس مباس ومامتك تزاود السيكريشن تزاود اللي بقتين بارلا يعني رابح حاجة البرونكينسونيزم هو اي البرونكينسونيزم اللي هو الشال الرعاشة دي صورة اه بتوضح لنا يعني الاعراض اللي بيعاني منها الشخص اللي بيعاني من البرونكينسونيزم هو بتيجي للناس الكبار هو مرض خاص بالمخ والعصاب اه بيحصل فيه ان الشخص بيبقى فيه في ايده اللي هي رعشة اه بيبقى ليه ماشي معينة ماشي ما همناش دهوقتي ما هم فيه فيه شوية تعارض كده اه والوش بتاعه بيبقى يعني وشه تعبرات وشه مش مش عارف ازا كان فرحان من جهة لازعلان بيديك نفس الرياكشن بيديك نفس التعبرات واحدة اه مشكلته برضو ايه مشكلته ان الاسطال كولين بتاعه او الاسطال كولين فيه بيبقى زايد او مش زايد او ايه مشكلته مشكلته او او المخ بتاعنا بيبقى فيه حاجة اسمها اسطال كولين وحاجة اسمها الدمامين الاسطال كولين بيشتغل جزء استيمولاتوري يعني بيعمل استيمولاتوري اه والدمامين بيعمل انهيبيشن انهيبيتوري بيطبط واحد بيطبط والتاني بينهم بالانس تمام كل طول ما ده بيفرز بطريقة او بكميته المناسبة وده بيفرز بكميته المناسبة فيه بالانس بنا طب وانس انه حصل اي واحد فيهم فخلاص سيبدأ يحصل مشكلة فبيحصل في البركنسونيزم ان الدمامين الخلال اللي بتفرزه بيتموت فما عادش فيه دمامين فمن اللي بياخد وضعه الاسطال كولين تمام فما ينفعش انت تدي بارا سمباس ومامتك هتروح تديك اكشن ترمسك في المسكرانيك ريسبتور وتديك نفس بتاع الاسطال كولين لحد اصلا عنده الاسطال كولين واخد وضع زي مريضة باركنسونيزم خمس حاجة ميكانيكا للجي اي تي اند يورني بلادر اند لك لو حاصل للجي اي تي يعني مسدودة طب انا لو فيها كن لو فيها كن لو فيها وباستراكشن تمام انا البراسم باس ومامتك افضل حل ليا لانه لانه بيعمل كتر بيفتح وبيعمل اه كونتراكشن او كونستريكشن للمسكر تمام عاز اكتر من كده قال لك لما يكون السبب ما تستخدموش يعني يعني اه يعني في حاجة سدها تعال ما نرجع كده دي الرسمة اللي هي دي مسلا لو مسلا اه في تيومور هنا مسلا او في ستون سد الحتة دي تمام وانت ديتو باراسم باس ومامتك يعني ديتو حاجة تعمل للول وآآ للسفينكتر وكونستريكشن في المصل وبعدين تم الحاجة اللي سده بره تمامها سده الحجرة اللي هي الحصوات يعني او كده او تيومور اللي هو السلطان هيتانيه سادد فانت كده ما استفدتش حاجة فاللي بيحصل اللي ممكن ممكن تربشر معك ممكن تفرقها تمام اما بقى لو السبب كان عضوي لو السبب اه كان فيسيولوجيكال او فانكوشنال يعني ايه 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 يعني مسلا المصل اه بتاعة الحصر فيها العضلات اتشالت لأي سبب فيانا بتبقى محتاجة حد ايه ديها امم من بره اللي كان بيغازيها مات فمعدش يجي لها اسطاع الكوليني قولها عملي للمصل لما لما تتميلي تمام فيانا بتبقى انت محتاجة تديها حاجة من بره بره السمبس وممتك يروح يمسك الماسكارينيك ريسبتور اللي موجودة فيها فيسبب في المصل في احصل لو هي مشكلة فانكوشنال اه اما لو مشكلة ميكانيكال يعني حاجة سدها فانت مش هنوبك اللي هي اللي هتربشر بس وخلاص فاحنا كده يبقى ان انكامل قلنا مش هديه لو حد عنده او لو حد عنده لو حد عنده او اخر حاجة بقى اللي هو ميكانيكال ابستراكشن للجي اي تي وليوران البلاد طيب حتي اعمى نحل السعيندون مع بعض قال اه البراسمباسوموماتيك اكشنز على اه في الستيموليشن للمسكارينيك ريسبتور يعني تأثير البراسمباساتيك اه على المسكارينيك ريسبتور قال لك هتقالل الهارت ريت والكارديك اوتبوت تمام هتقالل البلاد برويشار اكيد لما انها هتقالل الهارت ريت وهتقالل كارديك اوتبوت بتاعت حاجة هتسبب فايبقى اللي اجابة ايه اه السؤال الثاني عن طريق انه هيطلعي يعني الاسطال كولين هيسبب فايبقى في البلاد فيسلز عن طريق انه هينتج ايه كاربون اوكسايد اللي هو اول اكسيد الكربون كاربونيك اسد اللي هو حرب حمد الكاربونيك والناترك اوكسايد اللي هو الان او لا هو بيسبب عن طريق انه هيطلع لما قلنا هيطلع بعدها البروتين اللي هيسبب هيبر بولاريزيشن في في العضلات ترتخوا يسبب ايه بازو داية حاجة يعني تأثير على العين هيشمل كل ده في معادة اول حاجة هيستيمولات السيدري مصل كونتراكشن تمام تاني حاجة هيستيمولاتي كتير برضو اوه هيزود لأ هو ما كانش بيزاوده اصلا هو كان بي آآ بيسبب ميوزس فكان آآ بيقال هيسبب ميوزس يعني حادة اللي انا هتوسع لأ دا حادة عينكا بتدياء اللي هو الميوزس فهيبقى ايه بقى هيبقى اللي غلط هيبقى سي و دي فهيتبقى الاجابة ايه اللي هي سي و دي رابع حاجة رابع سؤال افكتو اوف اللي برسم باسو ما متك على بتشمل تمام هيزود هيقالل لأ كل ده لأ غلط هيبقى كل ده في معادة سي لانه بيزاود وبيزاود طيب آآ آآ بقى بتاع احنا خدنا على عايزين ناخد آآ بتاعة او لما لما يستيموليت ايه اللي هيحصل قلنا فيه اللي هي موجودة في المصر لما يعمل لها استيموليشن هو خلينا نقول كده هو الاسطال كده لما كان بيروح لمنطقة اللي هي اتصال العضل يا عصبي كان بيسبب ايه كان ان والله بيروح يمسك في بطاع المصل ويسبب فيها تمام فقال لك هنا بقى هيسبب بس مش عادي هيسبب اللي هو ايه المصل هتبقى في حالة انقباد آآ شديد ومستمر فهتحس ان هي متشبفة كده تمام آآ تاني حاجة آآ على النيكوتينيك ريسيبتور اللي ان ان اللي موجودة في الاوتونومة الجانجليا والادرينا الجيلاند ماشي احنا قلنا النيكوتونيك ريسيبتور ان ان موجودة في الاوتونومة الجانجليا آآ والادرينا الجيلاند فهو هيروح يعمل لها استيموليشن تمام قال لك في حاجة كده اسمها بيقول لك ايه بيقول لك من الاسطال كولين يعني انت لو خدت اسطال كولين بكمية كبيرة هتطلع ادرينالين ونور ادرينالين. تمام? اللي هو يعني ايه الكلام ده كله وصل لعنا بي. علي السبب السبب. اه الاسطالكولين معروف انه موجود في الجانجليا. اه ده? الاسطالكولين معروف انه موجود في موجود في الجانجليا سواء كانت سمبساتيك او بارة سمبساتيك. تمام? فانت تواخد جرعة اسطالكولين بكمية كبيرة. زايد انه كمان موجود في الادرينالجلاند. تمام? الادرينالجلاند بتطلع ايه? بتطلع نور ادرينالين وادرينالين. طب والادرينالين والنور ادرينالين ما لهم قالك ان هما بزوده اصلا بيرفع ضغط الدم. مش احنا وديد ان هما دلعة اللي بيطلعها في السمبساتيك سيستم. والسمبساتيك سيستم كان بيزود ضغط الدم بيزود البلط برشور. تمام? طيب ايه الفكرة برضو? اه قال لك الاسطالكولين هيطلع لك الادرينالون والادرينالين تمام? اه من الادرينالجلاند يعني هتطلع من الادريناجلاند ريناليينو ادرينالين ونور ادرينالين. بعدين ماذا هيحصل? هيهصل هيحصل هايبرتينشن. طيب من الاسطالكولين اصلا بارس مبس Masterе leva che maybe يعني هيروح يمسك في ال cabeسيط الى موجودة في القلب هيقالل الهارت ريت. وهيقلل الله ما صلى على نبي عليه السلام. وهيقلل تم ممكن العمل ده يضد العمل ده وما يحصلش هيبر تنشن. طب ايه المشكلة? قال لك ما مش في كل الحالات. هو لازم بس معها اتروبين. هو ايه اصلا حاجة? ايه الاتروبين ده? الاتروبين ده يعني آآ بيديك اكشن او بيعاكس او اكشن. فهو بيعمل عكس او اكشن. اذا كان البرس مبساتك او البرس مبس وماميتك هتقلل ضغط الدم. فالاتروبين هسبب ويرفع ضغط الدم. هيرفع البلاط برشار. هو بيشتهل على المسكارينيك بس ملوش علاقة بالنيكوتينيك. فهيروح يمسك في المسكارينيك ريسبتور. فالاسطال الكولين هو نفسه باللارجدوس بتاعته زود الادرينالين والنور ادرينالين فزود لك الضغط. تم تروح بقى امسك في المسكارينيك ريسبتور بتاعتك وقلل الضغط. يعني هتروح تشتغل على الادرينالجلاندي بس. تما انت سيستيميك. هتروح تشتغل على كل المسكارينيك ريسبتور اللي موجودة في جسمك. قال لك ما هو لما بيروح يمسك في المسكارينيك ريسبتور بيلال اتروبين ماسك. فلما لال اتروبين ماسك يعني مش بياه خلاص الاتروبين بقى بيديك افكت. بيديك الافكت بتاعه. او ما بيعرفش خلاص اصطال الكولين آآ يقل من ضغط الدم عن طريق اني نوح ايه يمسك في المسكارينيك ريسبتور لان الاتروبين هلق هروح ليه ماسك فيه. فانت منك ان انت عللت الضغط باللارجلس بتاعتك نتيجة انك زودت الادرينالين والنور ادرينالين. طيب ما انا هصل لها هلطيت ابان انا روح امسك في المسكارينيك ريسبتور وقال لضغط الدم لا ما انت تروح تليه الاتروبين ماسك. والاتروبين ده براس مباسوريتك يعني بي اذا كنت انت بتوضي الضغط فانا يعلو لك. خلاص فدي رسمة اوضوحية كده بتوضح آآ تأثير الاتروبين مع الاسطار كولين. قال لك مسلا هنا انت اديت هتبت عديد. هنا انت اديت اسطار كولين آآ بجرعة اتنين مايكرو جرام. فقاللت لك الضغط. تمام? لان هو بقى رسم باسه آآ مايميتك بيقلل الضغط عن طري الهارد والكلام ده. زودت الجرعة الخمسين آآ مايكرو جرام ايوة الخمسين يعني. فالضغط قل اكتر. لانك زودت الجرعة فانت هتحصل على اكشن اكبر. طيب قال لك هنا بص يا عم انت اديت اتروبين مع الاسطار كولين بس ستيل الاسطار كولين جرعته مش كبيرة يعني. فضغط الدم ما قلش. ضغط الدم ما قلش آآ يعني انت ما حصلتوش على برسم باسه آآ آخر واحدة بقى الاسطار كولين انت اديته بجرعة اكبر آآ خمسة ميلي جرام. التانية كانت مايكرو. اما ده خمسة ميلي جرام يعني اكتر بكتير. فجرعت الاسطار كولين علي. معا اتروبين بقى قلنا هيحصل الاكشن اللي احنا قلنا ده. الاسطار كولين هيروح يمسك او هيروح يشجع اه هيعمل استيموليشن الادرينال جيلاند لها الغدة القضرية دي تتخليها تفرز ادرينالين ونور ادرينالين اللي هما اصلا بيزودوله ضغط الدم. تمانا اسطار كولين في الاول وفي الاخر انا زودتلك اه الادرينالين ونور ادرينالين لاني بسكت في نيكوتونيك ريسيبتور موجودة في الادرينالجيلان. تمانا اصلا اصلا بشتغل برضو على المسكورينيك ريسيبتورز اللي موجودة في الهارت والبلوت بيسل. تم رح اصلح اغلطيتي وقال لضغط الدم. قال لك لا. اللي صراح اللي تكسر ما تصلحش. لان الاتروبين راح اه قابلك ومسك في المسكورينيك ريسيبتورز ديت. وعمل فيها بارة بارة اللي هو سبب لك ان ضغط الدم زاد. ففي النهاية انت حصلت على لما تاخد معها حاجة اسمها يعني عكسي. يعني حصل الحاجة الغير معتادة. حصل عكس بتاع الاسيبتورز معروف. حصل واسيبتورز معروف انه بيقلل ضغط الدم. يبقى تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم اكشن زي ريليتي توستيموليشن إلن كوتينيك ريسيبتورز. قال لك نيكوتينيك هستيموليتي النكوتينيك ريسيبتور اللي موجودة في الاسكليوت المسل فيا combustر. هيعمل تشبص في المسل كده يعني حاجة زي تشنجات بس يعني الوca تشبص في المسل كده. تمام نيكوتينيك هيزود وال Lanee سلي عنابين thats تاسم. هيستيموليتي النكوتينيك ريسيبتور الموجودة في الاوتونومي الجنجليا والادرينا الجيلاند. تمام? آآ ده شيء معروف يعني. قال لك من الاسطال كولين هتطلع ادرينالين ونور ادرينالين. ده شيء طبيعي مش مشكلة. هيعمل لك بقى لو آآ لو خدت معه اتروبين. تمام? فدي اسمها ايه? اسمها ظهرت او اسمها تعريف يعني لها اسطايل كولين ريفيرز. تمام? قال لك بقى هنا بارا سنباسو ميميتك ار كلاسفايد اه اكوردنج للميكانزم بتاع الاكشن. احنا هنقسم دي على حسب شغلها. اول حاجة الى دايركت بارا سنباسو ميميتك يعني هتشتغل بطريقة مباشرة وانداركت بارا سنباسو ميميتك بطريقة غير مباشرة. الداركت بارا سنباسو ميميتك قال لك حكت ايه? يعني مثال لهم الكولين اسطرس والالكالويد. ده بيشتغلهم بطريقة يعني طريقة مباشرة عن طريق ان هم ايه? هيروحوا يشتغلوا على 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 طول. هيروحوا يشتغلوا على 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 طول. هيروحوا يشتغلوا على على طول فكأنهم اصطال كالويد ريح مسك في وودك اكشن. تمام? تمام. الانداركت بارا سنباسو ميميتك اسمها يعني انداركت يعني بتطريقة غير مباشرة. هتعمل ايه? قال لك اسمها التاني مش احنا متفقين او عارفين ان اصطال كالويد لما بيطلع ويروح يمسك في وتحصل على اكشن. بيتكسر بعدها تمام? مش يعني هو بيتم تتخلص منه بكزا طريقة. منها الكلين بيكسر. تمام? فالأدوية دي هتروح تمسك في الكلين اللي هو اللي بيكسر الاسطال كولين فلما تمسك فيه لما تمسك فيه اللي هيحصل آآ فهي هتمسك في الحاجة اللي بتكسر الاسطال كولين. فالاسطال كولين يقعد مفترة اطول في 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 المكان بتاعه ويديك اكشن زيادة. وتزود من الاكشن بتاع الاي? بتاع الاسطال كولين. قال لك الانداركت برا سمباسو ما ميتك انتي كولين استريز. آآ قسمناها نوعية اتنين وهنتكلم عليهم شوية. يعني اللي هتمسك في الكلين استريز عادي تسيبه بعد شوية. اللي هتمسك فيه وتحلف ما يساوي بقى. يعني هتمسك فيه ومش عايز اسيبه. طيب قال لك زي انهبة انزايم آآ بيعمله انهيبشها للانزايم هتسبب يعني هتتراكم عند المسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتور. الاسطال كولين هيتراكم عند المسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتور. يبقى احنا قسمنا البارة سمباسو ما ميتك الى آآ دار اكتبارة سمباسو ما ميتك واندار اكتبارة سمباسو ما ميتك. الدار اكتبارة سمباسو ما ميتك قال لك هتشتغل على 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 طول وديت والالخلوت. والاندار اكتبارة سمباسو مايميتك هتشتغل على انها تعمل انهيبشن للكولين استريز انزايم. آآ فهيتسبب تراكم للاندوجينس اسطال كولين عند ودي منها نوعين. ويريفيرزيبول ويريفيرزيبول. طيب هنيجي آآ لانواع اللي هي بتشتغل عن طريق انها تروح تمسك في على طول. تمام? آآ قال لكم اربعة اسطال كولين وميثا كولين وبيسا نيكول وكاربا كول. خلينا نسيب دول في الاخر كده وناخد اسطال كولين. هو ده اسطال كولين هو العدي في جسمك. فالاسطال كولين العدي في جسمك ده ما كانش بيتاخد اورال. يعني انت لو خدته في بقك ما يحصلوش ابزروفشن. الجهاز الهضمي ما يمتصوش. فبالتالي ما بيحصلوش ابزروفشن لو خدته اورالي. الفيت بتاعه لما لما تاخدو ايه اللي هيحصلو لو خدته مثلا بطريقة ضيق انت رابينة سيتي دي خدتو عن طريق الوريد. قل لك مش هيقعد عشرين ثانية في جسمك. يعني بتاعته مدته ببسيطة جدا. ليه? لانه بتكسر بحاجة اسمها ترو كوليني ستريز وسودو كوليني ستريز. آآ الكوليني ستريز نوعين اتنين آآ ترو كوليني ستريز وسودو كوليني ستريز. تمام? آآ في الدم موجود في البلازمة. واماكن تاني. طبعا الاصطايا الكوليني في جسمك كان بيشتغل على المسكورينيك والنيكوتينيك. بيشتغل على الاتنين. بالتالي ما فيش سيليكتيفيتي. آآ يعني ما ما بيهتمش بال يعني لا بيمسك في المسكورينيك ولا بيمسك قصدي بيمسك في المسكورينيك وبيمسك في نيكوتينيك فما ما بيفرقش between الاتنين. اليوزodus هو ما بيستغدها مش لايمنك مش هتروح تستخدم حاجة هي تسررك على النيكوتينيك وتسررك على المسكورينيك في نفس الوقت. يعني هتروح تستخدم حاجة هتديك اكشنز آآ لا علاقة بالمسكورينيك ريسيبتور والنيكوتينيك ريسيبتور. انا ممكن يكون مسلا عندي برادي أقلبي بيوجعني. فمحتاج حاجة تأثر عن المسكورينيك ريسيبتور. وكمان مشكل للمسكورينيك. انا عايز بس المسكرينيكو اللي موجودة في القلب فانت هتديني حاجة تأثر على المسكرينيكو النكوتونيكو انت كده بتد يعني انت كده بتأثر على الجسم كلية فما بيستخدمش اهم حاجة بس تات درجات الاخر دولت اللي هم ايه الميثا كولين والبيثا نيكول وكاربا كول اللي اسمي لي اخمة شوية فاحنا ممكن نسكمها في حاجة اللي هو ايه هنقول ميثا وبيثا رجبو عربية اللي هي كار تمام والعربية اللي هي الكار هتبقى كاربا كول تمام اه صورة الجدول ده يعني لو اخذناه يعني حفظناه في دماغنا كده وقفنا ان الميثا كولين الاول وبعدين البيثا نيكول والكاربا كول يعني هنرتبهم في دماغنا كده ماشي بالنسبة للجي اي تي ابزرقشان الامتصاص قال لك لو خدت الميثا كولين حجوب كده وخدته فيحصل له امتصاص بس مش كل هيحصلوا جزئي. بيحصل لهم يعني بصورة كاملة. يعني فيش حاجة مثالية مش يحصل لهم يعني مية في المية يعني. الفيت هيحصلوا عن طريق عن طريق عن طريق بس. اما ما بيحصل لهم شيء لا بالطرق ولا ولا بالسورة. يعني هما جامدين قوي. يعني هما في وفي الفيت مش بيحصل لهم غلبان شوية. يعني اه اللي هو والفيت بتاعه عن طريق بس. يعني بيتكسر في الافر. فالديوريشن بما انه بتكسر عن طريق مما انه بتكسر برضو عن طريق آآ فالديوريشن بتاعه باطول شوية بالنسبة لأسطال كولين. البيثانيكول والكارباكول اللي اتنين بنفس نفس يعني لهم الاتنين. مسلا مش نقول كارباكول لونجر عن بيتانيكول. لا هما اللي اتنين لونجر. تمام? اللي اتنين نفس المود ده يعني نفس الرينج. الاكشنز بقى قال لك من ماسكرينك ولا نيكوتينك? قال لك الميثا كولين والبيثانيكول اللي اتنين بيشتغلوا على المسكرينك بس. ملهمش تأثير عن ودي حاجة حلو. الكارباكول بيشتغل على الاتنين ماسكارينيك ونيكوتينيك يبقى الاولاني والاخراني ماسكارينيك ونيكوتينيك الاتنين اللي في النص ماسكارينيك بس ماش هنيجي للميثانيكول قالك بيشتغل اكتر على الهارت على القلب والماسكارينيك ريستور مش موجودة بس في القلب بس هو اكتر شغله على الهارت طبعا باستخدمه فين قالك باروكزيزمال تاكيكارديا هي البروكزيزمال تاكيكارديا تاجي كورديا اللي هي اه ضربات القلب سريعة باروكزيزمال يعني ايه باروكزيزمال كلمة او او مفهوم البروكزيزمال عموما هو عبارة عن شورت حاجة شورت انسط اه قصدي رابد انسط شورت داريشن يعني فجأة اه لحظة بس صادن انسط شورت داريشن صادن انسط يعني البناء بتاعتها كتت فجأة اه والداريشن بتاعتها قصيرا يعني انا قاعد فجأة كده حسيت ان ضربات قلبي سريحة اه قعدت اه عشرين ثانية لعشر ثواني مسلا اه وراحت لوحدة فجأة تمام اه ويستضم برضو في علاج اللي هي بتاعت البلاط بيسلز الطرفية بتاعت البلاط بيسل او الاو اعادة موية الطرفية ممكن مسلا ان بعض الامراض ممكن تسبب اه في البلاط بيسلز نسبب كونستريكشن في البلاط بيسلز في البلاط بيسلز اللي الطرفية دي ممكن تكون دايق اه فندلع حاجة سبب فيها مثلا زي الميثاكولين هنيجي بقى للبيسا نيكول قال لك بيأثر اكتر على الجي اي تي واليوريناري على الجهاز العضل الهضمي واليوريناري الجهاز البولي فباستخدمه فين قال لك باستخدمه هستخدمه بعد العملية اه احيانا مسلا حد داخل العملية وخد مسلا جينورا الانستيزيا او خد انستيزيا اللي هو التغدير ممكن بعد العملية يحصل التغدير اصلا بيسبب في كل عضوات جسمك اه فممكن بعدها يحصل الاحتباس للبول نتيجة اللي حصل فيه عضلات المسانة فانت بتديره حاجة تحرك المسانة هنا اه اه تحرك المسانة بحيس تخرج من تخرج البول يعني اللي هو اللي هو شلل برضو في عضلات الامعاء ممكن ده يحصل برضو ممكن يحصل بعد العملية او ممكن يحصل عادي نتيجة اي مرة فمسلا حد عضلاته اه مشلولة بس مشلولة شلل كل يعني فانت بتديره حاجة من بره تحرك الجدار بتاعها لتزود الموتيلة بتاعتها بحيس ان هي تساعد على قضمه الطعام وتحركه يعني طيب قال لك بيشتغل ميلي على الاي والجي اي تي واليولان ريك حنفتكرة ان كان بيشتغل على كان بيشتغل على كان بيشتغل على فهو حاجة كده مش حلوة لانه هيديك كتير قوي فهو الاكثر استخداما على الاي بيشتغل على الاي كده حاجة موضوعية لانه لما يشتغل الاي تأثيره هيبقى اه يعني ايه يعني اه مقتصر فقط على الاي مش هتاخده مسلا اورالي هيديك مانيفستيشن في فماكن كديرة فيستحب انه يتخذ ايه اه على الاي اه وي ال جي اي تي واليولان ري بلادر مس هو اكتر على الاي يعني قال لك بيسبب ايه في الاي بيستغل في الاي بيستغل في بيلي فتسبب اه ميوزس فالما تسبب ميوزس الانجل بتاعت العين هتفتح يصرف الاكواس يومر سائل العين يقالي الانترا اكلر بروشور وانا كده عالكت لجوليكوم ونفس النظام برضو اه بوست ابراتف يورن ريتنشن وآآ باراليتيك اليوس. يبقى انا عندي الا ما اصلى ع wprowad رهيش تارسام الدار اه براسم باس وميميتك. انا اسطال كولين وميثا كولين وبيثا وكارباكول اه مش قلق بيحصلوش ابزوربشن خالص. يبقى اه واها والسطال كولين اه بالنسبة مباب لحصل Bazen مبيحصلوش. الميثا كولين بارشيا الكوزي اما البيثا يقولوا الكرباكول كليا. الفيت بتكسر عن طريق عن طريق السودو. اما عن طريق بس. اللي اتنين مع بعض مش بيتكسروا. بما انه بتكسر عن طريق السودو فهو بتاعتها تكون يعني بسيطة. الميسا كولين هيبقى شوية. ما بيتكسروش خالص. فهيبقى لهم الاكشنز والكارباكول اللي اتنين بيشتعلوا على والنيكوتينيك. اما والبيثا اللي اتنين بيشتعلوا بس على المسكارينيك. اه اه ما عندوش خياره فقوس على الحاجة. هو بيشتعل على كله. الميسا كولين بيشتعل اكتر على الهارت. بيشتعل اكتر على القلب. على الكارباكول على زيادة عليها العين. الاسطائر الكولين انا اصلا ما باستخدموش كدرج لان انا مش هستخدم حاجة سبب لبلاغه في جسم يعني. الميثا كولين كولين قال لك بما انه بشتعل الهارت فانا هستخدمه في علاج البيسا نيكول قال لك هستخدمه في ايه? هستخدمه هو الكارباكول ممكن نزود على الاستخدام ده انه هيسبب اه هستخدمه في علاج الجلوكومة. وده ان يكن يعني الاكثر استخداما له اللي هو الميوتك اي دروبس في الجلوكومة. باستخدمه كاطرات للعين عشان تعمل مايوزيس اللي هو يعني هتدايق حادث العين ومن ثم هتقلل اللي هو ضغط العين يعني. فباستخدمه في علاج الجلوكومة. طيب دي كده صور للأدوية ده كده صورة الميثاكولين والبيسا نيكول والكارماكول. هنيجي اه دراج الخمس دراج منهم يعني اه دراج بيشتعل ضغط برضو اللي هو البايلوكاربين. قال لك ان البايلوكاربين ده اه زالكالويد بايلوكاربين يعني ايه يعني عبارة او تركيبه اه في نيتروجينا مسكة بتلت روابط يعني تلاتة وكواتيروني يعني اربع. تمام. مسكة بتلت رابط. قال لك تاني حاجة ان هو مش بيحصل له عن طريق يعني برضو مش بيتكسر. زي ايه? زي اخو والبيسا نيكول. الاتنين ما كانوش بيتكسره. طيب اه وقال لك بما انه ما بيتكسرش فهيبقى اه بتعطوها تبقى طويلة. بيشتغل على المسكورينك بس. بيشتغل على المسكورينك بس زي مين? اللي كانو في النص الميثا كولين. والبيسا نيكول. لما الاتنين كانوا في النص فكانوا بشتغلو بس على المسكورينك. آآ قال لك بيشتغل اكتر على الاي. بيشتغل اكتر على الاي. آآ بيسبب بقى نفس الاكشن الطبيعي بتاع اي برس المسوماتيك على الاي. هيسبب هيقالي وكمان بيزود زي السليبري والسويت. طب انا بستخدمه في ايه? قال لك مش احنا قلنا ان هو بيشتغل على الاي فانا هستخدمه في علاج الجولوكوما. انا مش بس اتخدمه بس في علاج اللي ما قال لك ده الدرج اللي في حالات كمان. يعني لو حد مسلا الجولوكوما اشتدت عليه قوي. او خد حاجة زودت ضغط الدم آآ ضغط العين بطريقة يعني خلاص العين ممكن الواحد ممكن يتعامي فيها. فاللي انت تنقذه في الحالة دي بقى في حالات دي بالبايلوكاربين. يعني بايلوكاربين مفيدة دي بالنسبة لعين. يعني هو اللي انت تاخده وانت مغمض يعني ما بيش قدامه غيره اصلا آآ او الافضل يعني بالنسبة لحاجة اللي هتقلل ضغط العين آآ في حالات آآ كونتر اكت اكشن او ميدرياتك يعني ايه ميدرياتك او ميدريازيس عكسا اللي هو لو حد لو حد برضو خد حاجة عملت له اللي هو حادة عين واسعة طب هو حاجة زي ديت مسلا عايزة لشيها بحاجة تعمل فاتدي له حاجة تدايقة حادة عين اللي هو البايلوكاربين. آآ عشان مسلا لو حد عنده عنده جفاف او رئو ناشف يعني وكده فانت بتديه حاجة تزود بتاعته. ده كده البايلوكاربين. يبقى البايلوكاربين هو ما بيحصلش له بالكولينيستريز. فعشان كده هو قالك بيشتغل بس على المسكارينك. فا بيروح اكتر للعين زي آآ والسويت. فانا بستخدمه آآ في علاج الجولوكومة. ده هو في حالات الامرجنسي بتاعت الجولوكوبا. بستخدمه آآ عشان ينضى عمل المايدورييزيز بقى خلي بستخدمه عشان استيمولات في دراي ماوس. ده كده البايلوكاربين. آآ مساء الخير او صباح الخير آآ مفروض مساء الخير. آآ الجدية مميتة. واجه مشاكلك بالحس الفكاهة وان شاء الله خير يعني آآ حاولوا كده يعني تلطفوا الدنيا يعني تعيشوها ب بفكاهة آآ يعني اي مشكلات قابلكم آآ اللي هو ساضحكوا يا سماء فلا تغيم يعني آآ يعني واجهوها كده ب بفكاهة وضحك وان شاء الله هتعدي يعني هتعمل ليه بحوز انك هتعمل ليه بتفكيرك هتعدي صدقني والله آآ تمام هنيجي بقى للانداركت بقى احنا خلصنا انداركت اللي هي تشتغل عن طريق انها تمسك في وقلنا ان هم عبارة عن اسطار وميسا 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 نوفق لانداركت اللي هي بقى للانداركت اللي هو انتكولين اللي هتمسك فيه. قال لك زي ما احنا متفقين هي. يعني هتقعد شوية وتمشي. هيبقى حاجة خفيفة كده. مش هتبقى مسكة بقوة. تمام? اما هيبقى هتبقى شديدة. يعني هتمسك وهتحلف وتقول والله ما أنا مصدق تمسكت. تمام? الانظام كان في حالة وكانت في حالة ممكن يرجع تاني. لانها تمسك شوية وتروح لحالة. يعني هتحلفة ما هي ماشية. تمام? فبالتالي الانظام مشارجة. في صغير. لانه هيمسك شوية ويرح لحالة زي ما احنا متفقين. هيمسك ويحلف مش 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 ماشي. فبالتالي هيبقى اطور. بقى قال لك الفيزيوستيجمين والإدروفونيا. طب ايه الأسامي الرخمة ديها. ونيوستيجمين والإدروفونيا. هممكن نسكمها في حالة. اللي هو ايه? هنقول الاااا يدرو يعمله فيسيو جديد. فالإدرو يعني إدروفونيا. يعمله فيسيو اللي هو فيسيوستيجمين. تمام? جديد يعني نيو. يقول نيوستيجمين. تمام? بقدروا يعمله فيسيو جديد. تمام? طيب. بالنسبة للإرفيرزابل. قال لك اللي هي المركبات العضوية بتاعت الفسفور. آآ والإيكو ثايوبات ده آآ جولوكوما درج. الإيكو ثايوبات. ده بيشتغل كآنتي جولوكوما. هنزكيمها ازاي الجولوكوما قلنا زيادة في الانترا اوكولر بروشور. اللي هو الانترا اوكولر بروشور. وهو اسمه الايكو ثايوبات. فهي لحد ما فيها سي و او. فايكو انترا اوكولر اوكولر تمام? فمسكنا كده انترا اوكولر او سي وده ايكو آآ فيها سي او يعني او نطقها الى حد ما مشابه يعني. آآ لكن هو انت يقول لكم ادرجة. آآ واحد تان اسمه البراثايون والملاثايون آآ آآ انتسكيبس وآآ وانسكتيسايد. يعني ومضاد للحشرات والتفايليات يعني. بص انت لو طلعت الدورة الخامس تقريبا هتلاقي في القسم التفايليات البراثايات فالبراثايات يعني علم التفايليات. فهنقول البراثايون زي البراثايات اللي هو انسكتيسايد وانتسكيبس اللي هي حاجات مضادة للتفايليات والحشرات يعني. آآ شبهه بقى على وزنه الملاثايون براسايون وملاسايون. آآ آآ انتيهلمينثك يعني مضاد للددان. ماشي اللي هو الميتريفونيت. آآ انتيهلمينثك اللي هو الميتريفونيت. نسكيمها ازاي برضو في آآ ما عبتش في سكيمها يعني آآ تقول ان ده بتاع الديدان ازاي. انا قلت متروفونيت فيها ام والانتي اللي منسك فيها ام. فقلت الاتنين مع بعض ام ام. فانت تيجي تقول ملاثايون فيها ام. انا قلت لك الملاثايون زي مع البراثايون يعني في اخرم سايون. خلاص يبقى الورجانو فوسفرس كومباون والايكوثايوبيت اللي هو انترا اوكلر آآ والملاثايون والبراثايون اللي هم آآ انتسكيبس آآ اسكيبس وانسكتيسايد. آآ انتسكيبس يعني مضاد للجرب يعني. غالبا او يعني هي مش فاكرة او صراحة بس هي علاقة بالتفاوليات يعني. المدروفونيت آآ انتهي المنسك مضاد للدداء. خلاص يبقى ده احنا كده قررنا ما بين والا قلنا آآ بيمسك بلوز والا بيمسك فارم. الانزام اكتيفيتي في آآ ممكن يرجع اما في مش هيرجع. في قصير الانزام في قلنا آآ ادروا يعملوا فسيو جديد. الانزام اه الا الا الايكوثايوات والبراثايون والا والمالاثايون والميتريفونيت. ايه قرر ما بين الفيسيوستيجمين والنيوستيجمين. قال لك الفيسيوستيجمين دي نتشرل. يعني مصنع طبيعيا. آآ مصنع طبيعيا ايه. طبيعي. طبيعي. تمام؟ اما النيوستيجمين مصنع. الفيسيوستيجمين ترشوري اماين. والنيوستيجمين كواتورنري. احنا لسه قالين يعني ايه ترشوري? قلنا في نيتروجينا ما مسكة بتلات روابط ترشوري. اما النيوستيجمين آآ في نيتروجينا مسكة باربعة روابط. اي حاجة كواتورنري اماين مش بتقدر تعدي البلات برينباري. ودي حاجة كويسة ان الدراك ما بيعديش بلات برينباري يعني ما بيوصلش للمخ. اي حاجة يعني المخ دي منطقة محرمة. تمام? ما يستحبش حاجة تخصشها. آآ الكينيتكس بتاعه آآ يعني مسلا بتاعه كويس. والكسيكريشن بيمتص بطرقة كويسة. بيقعد في الدم بطرقة كويسة. اما ان يستيجمين ضبور. يعني ضعيف مسلا. بتاع مش كويس. آآ بيخرب بكمية كبيرة مثلا فما بتدكش اكشن كويس. فهو قلب وخلاص. الديناميكس بقى هو بيعمل ايه? الفيسيوستيجمين قال لك آآ اللي اتنين اولا بيشتغله مسكورانيك ونيكوتونيك. فالفيسيوستيجمين بيشتغل ميلي على الاي. بيشتغل اكتر على العين بالنسبة مسكورانيك. واللي اتنين مع بعض يعملوا مصل تويتشيز في النيكوتينكوراسيبتون. آآ على السيا نيسستيمولايشن الفيسيوستيجمين آآ بيعمل سيا ـ readable iTunes. لان وبيكشر او بيعدي بلات برينبيرل لانه الترشير آآ آآ انه النيوستيجمين قمت اكواطيرنار آملين فمش هعدي بلات برينبيرل فمش هيديك منفستيشن للسي نيس طيب هنيجي بقى لليوزز بتاعة الفيسيوستيجمين آآ قل لك احنا قمنا بيشتغل اكتر على العين فهستخدمه في علاج الجلوكوما. تاني حاجة اه نفس الفكرة في البايلوكاربين لو نفتكر هو كان لو حد حصل له وانت عايز تتغلب على المشكلة دي فانت بتدي له ايه حاجة اه حاجة لو حد حصل له اللي هو عادة العين وزعد فانت بتدي له حاجة اه تعمل زي الفيسيوستجمين. تالت حاجة قال لك اه بتدي مع حاجة اه ميداريتك يعني انت هتدي حاجة ما بتعمل مع حاجة تعمل ليه? قال لك علشان يعني حديث يعني التصاق. يعني التصاق حديث ما بين واللنس. احنا كنا لسه شايفين اه كانت كده اللي هو اللون بتاع عينك وكانت وراها اللنس. فممكن يحصل في مثلا اللي هو التهاب او اي مشكلة الالتهاب بص اه اكتر حاجة تسبب يعني. تسبب ان اه مثلا حصل التهاب في حتة معينة سهل قوي يحصل اه في الحتة اللي حصل فيها يعني التصاق مع حتة مدورة. فمسلا نفترض ان حصل في فسهل تحصل اه التصاق مع اي حتة مجاورة زي فنفترض ان حصل خلاص التصاق ما بين واللنس. فانت بتدي بتدي حاجة تعمل تعمل آآ ميدريزة وحاجة تعمل فمسلا بتدي حاجة آآ تعمل ميوزوس تضيق آآ تخلي تدخل جوه. وحاجة تعمل في نفس الوقت ميدريزوس تخلي تطلع لبرا. فبتخلي حاجة اه توسع وتضيق. توسع وتضيق. فده بيساعد على ايه? ان انها تفصل معه من الليدز. قال لك يستضم في علاج الالزهايمر. بيستضم ليه في علاج الالزهايمر. بوزة سيدي الالزهايمر مشكلته انه في زيادة. ازا كان مسلا البركنسونيزم في قليل. اه قصدي بعقولي يا ربي. الاصطال في الالزهايمر قليل. تمام? اما على عكس البركنسونيزم كان اصطال كولين واخد وضع في الالزهايمر لا الاصطال كولين قليل. فانا بدي حاجة تديك نفس الاكشن بتاع الاصطال كولين. تمام? قال لك رابح حاجة واخر حاجة. اه انت دوت يعني حاجة مضادة. اه لحاجة. يعني ده مضاد للاتروبين. يعني لو حد ده حصل اه خد اتروبين. اه بتسمم بقى يعني او هو قصد يعني انتحر. فالاتروبين ده اصلا عباره عن ايه? برا سيمباسوليتك. برا سيمباسوليتك يعني دراج بيديك اكشن معاكسة للبرا سيمباساتك. يعني مسلا بيفعلك ضغط الدم. زي طريبا نفس الاكشن بتاع السيمباساتك. بس ايه بروح يشتغل على المسكورينيك ريسبتور. فمسلا حد خد اتروبين راح مسك في المسكورينيك ريسبتور قعد فترة طويلة سبب اه مانيفستيشن زباق عراض وكده عراض التسمم. فانت بتديله فيه بحيس انه هو اه يمسك في فلما يمسك فيه هيزود الاسطار فيديك اكشن او الاسطار كونية يعمل لك اكشن كبير وكده او يقدر يدخل مثلا مع الاتروبين ويزحلوا من على سيمبتورس اللي هي المسكورينيك. فبالتالي كده انا معالج التوكسيستي. يبقى باستخدمه في علاج اليولوكومة. آآ باستخدمه في علاج المايدوريازيس. باستخدمه مع حاجة تعمل مايدوريازيس علشان نعالج الاديوجن ما بين الايرز واللينز. آآ باستخدمه في علاج الالزهايمر. آآ باستخدمه كانتو ضد في الاتروبين توكسيستي. هنيجي للنيوستيجميب. قالك بتاعته زي الكارباكول والبيسانيكول صح كانوا الاتنين بيستخدموا باستخدموا يورون ريتنشن. وباستخدمه حاجة اسمها مايسينيا جرافز. مايسينيا جرافز اللي احنا اخذناه في الفيسيولوجيا كانت موجودة بس تشالت يعني في الفارما. آآ اللي هو حد عنده مشكلة في اللي اتصال العصب العضلي آآ في مشكلة. في مشكلة في ايه? ان ان بتطلع الجسم بطلع بطلع اكسام ضده تروح تكسر في اللي موجودة آآ اللي في اللي موجودة في في النورو ماسكو در جنكشن. فالأسطال كلين يجي يمسك ما يلاقيش حاجة يمسك فيه. فبالتالي الشخص بيعاني من ايه? من ان فيه وكنس في دي. في وكنس في العضلات بتاعته مش عارف يمشي مش عارف يوح وييجي مش عارف يشيل حاجة وكده. نحاسس بالضعف يعني. فاحنا بنيدي له حاجة انتي كوليني ستريز تمسك في الكلين ستريز شوية والأسطال كلين ياخد وضع وياخد فرصته ويسبب لك اكشن زيادة. باختصار يعني. للكورير تكسيستي برضو كان نفس النظام برس من باسوليتك. فلو حد اخد تكسيستي من الكورير او حصله تكسيستي من الكورير فانت بتعالجه بالنيوستجمين. يبقى اذا كان الفيسيستجمين بيبقى انتي دوت للأتروبين فالنيوستجمين انتي دوت للكورير. يبقى تاني كده بس ما نحن راحين هو البيت عادية يبقى عليه. ماشي. الفيسيستجمين قال لك نيوترال آآ اما نيوستجمين سينستيك. تمام? في الفيسيستجمين ترشاري اماين النيوستجمين كواتروني اماين عشان كده مش بيعرف يعاد بلوت برينبير الفيسيستجمين كونيتكس ويل. اما في النيوستجمين بور. الديناميكس اللي اتنين شغالين آآ ماسكارينيك ونيكوتينيك. الفيسيستجمين ماسكارينيك ميلي على الاي. اما النيوستجمين ميلي على الجي اي تي واللي اتنين عن نيكوتينيك هسببه مصر الفيسيستجمين آآ بيسبب لك لانه هو بيعدي بلوت برينبير النيوستجمين مش بيعدي فمش هديك اي 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 او اي من الفيسيستجمين بيعالج بيشتغل ميلي على العين فهيعالج لك الجولوكوما وهي اي هيشتغل مع حاجة مع حاجة تعمل ميضاريززش عشان يفصلوا عن اللينس او بيعالج الميضاريزز اللي حصل بيعالج الزهايمر آآ الزهايمر بالمناسبة اللي هو المرض نيورولوجي برضو تبع المخ والاعصاب آآ بيبقى الشخص يعني يعاني من ان هو بينسى كتير مع عشوات اعراض تانية ملناش دعو بيها يعني ومشكلته بس ان الاسطال كولين عنده قليل الانتو دوت آآ اتروبيين توكسيستي آآ ماشي النوستجمين بقى قال لك بوست اوبراتو فيورين الريتنشن وبراليتيك الياس ومايسينيا جرافز وانتو باضي للكورير توكسيستي طيب يا سيدي لسه آآ قال لك بص بقى تبقى حاصل توكسيستي آآ من الحاجات دي هتعمل ايه من الفيسيستيجمين او النيوستيجمين قال لك عالمسكرينيك ريسبتور هتروح تمسك في المسكرينيك وهتروح تمسك في النوكوتينيك صح? فعالمسكرينيك هتسبب راديكارديا وهتسبب هايبوتنشن وبرونكوزبازم وماييوزز وضيارية وهتزود يعني من الاخر نفس تأثير بتاعت براسنباس وماميدك كلها كان بتسبب راديكارديا هايبوتنشن الضغط الدم بيقل برونكوزبازم البرونكوية هتدياق ميوزز حادقة العين هتدياق هتدياق اه ضيارية اسهال وسيكريشنز هتزيد آآ على النيكوتينيك ريسبتور هتسبب مصل تويتشز هتسبب آآ تشبص في العضلات بتاعك في العضلات آآ وخاصة بتاعت الايلد اللي هو جيب في نعينك ووشك حاس ان وشك متخشب يعني خلاص حاس ان وشك تشل مش عارف تحرك عضلاتك حاس ان وشك تشل السي اني اس آآ على السي اني اس مسلا بيحصل ايه كومفالجنز وكومة زي تشنوجات زي حد عنده صرع كده ولا حاجة فبيحصل له كومفالجنز تمام كومة غيبوبة بص هو الفيسوستيجميل والنيوستيجميل مشتركين في اللي فوق في المسكرينيك والنيكوتينيك اما على السي اني اس بالنسبة للنيوستيجميل لو حد حصل منه مش هديك لانه مش بيعدي تمام اما لو حد حصل تبع يعني فهيحصل كومفالجنز وكومة لانه هيعدي ايه اا اول زي اي بتحصل بتعالجه بتعمله استومكوش بتعمله غسيل معده تدوله تدوله حاجة تهدي التجنوجات اللي عنده ديت هتعمله هتدوله اكسجين لو نفس يعني محتاجة تنفس اكسجين وكده والاتروبين بقى ازا كان الفيسوستيجميل هو انتدوت الاتروبين فالاتروبين برضو هيبقى انتدوت لي هو الكلام ده يا جماعة للفيسوستيجميل والنيوستيجميل في نفس الوقت يعني بس نا ما لتشيل بتعلق النص دي الاتروبين از ايه از انتدوت الانتروبين بقى اللي ينقذك في الحالة دي تمام يبقى تكسيستي تاني لو حصلت هيبراديكاردية وهيبوتنشان وبرونكوسباز مومايوزيس دايارية سيكريشن زي هتزيد بالنسبة للنيكوتينك مصل تويشز اه في والفيس جفت معينك ووشك اه ده ده فيسوستيجميل ونيوستيجميل طب على في ده تبع فيسوستيجميل بس هيسبب كونفالجانز وكومة على اللي مصير العنام على استقسام على قال لك مفيش مليفستيشن طبع لانه مش بيعد بلاب من بريرة بتاع التوكسيستي اللي هيبقى اه تعمل استومك ووش غسيل ماء غسيل ماء ده وانتي كونفالزاند اه واكسجين هتدي له اكسجين وهتدي له اتروبيين اه ده شكل النيوستيجميل انا حاولت اجيب صورة للفيسوستيجميل بسمه اتش ماشي اه بسم الله احنا خدنا ريفيرزابول انتي كولينستريز هناخد بقى اللي هي هتمسك وهتحلف تقول لك والله ما انا سايده اللي هي ايه زي ما احنا خدنا الارجانو فوسفرس كونباوندس اه قال لك الارجانو فوسفرس كونباوندس اللي هي مركبات عضوية اه هي سينسيتي كونباوند اه هافزة كابازيتي توباين كوفيلانتلي تو اسطاع الكولينستريز تمام فقالك ان هي اه مركبات مصنعة عندها الكدرى انها تمسك في الكولينستريز في الاسطاع الكولينستريز يعني بكوفيلانتلي يعني بربطة صاهمية تقريبا اه فلما تمسك فيه بربطة صاهمية عربطة صاهمية عربطة صاهمية معرف ان هي عربطة قوية يعني فتمسك فيه مش عايزة تسيبه النتجة اي بقى ان هي تمسك فيه بتقعد فترة طويلة اه استور كولين اه دور لفتح jet pretty clean at all sides where it is released many of these drugs are extremely tuxic فهي بتزود الأسطار الكولين في أماكن كتيرة اللي بيخرب منها الأسطار الكولين يعني عند النوكوتينيك وعند المسكرينيك أغلب الدراجز دي بيبقى توكسك أكيد يعني فهي مع مركبات مصنعة بتمسك بطريقة كوفيلانتلي مع الكولين ستريز الريزولت إن هي بتخلي الأسطار الكولين يعد فترة أكبر في الجسم في أماكن كتير أغلب المركبات دي بتبقى توكسك تمام تعمل نراجع بقى يلا نراجع سريعة قلنا البراسمباسوماميتك هي درج هتديك نفس الأكشن بتاع البراسمباساتك وقلنا الأكشن زي نقسمها تابع المسكرينيك وتابع النكوتينيك تابع النكوتينيك على السكليط المصل والأوتونوميك جانجيليا تأثير على الكارديوفاسكولر هتقلل ضربات القلب هارتريت وهتقلل كارديك أوتبوت هتقلل الضغط للدم بطلقة غير مباشرة عن طريق ان هي هتمسك في المسكرينيك ريسبتور م ثلاثة فهتطلع ناتريك أوكسايد فلما تطلع ناتريك أوكسايد هيطلع بروتين كوانيس جي هيسبب هيسبب في المصل ويحصل بالنسبة للعين بقى هتستيمولات السلري مصل علشان الرؤية القريبة هتكون تراكت للبيوبيليك سفينكتر فهتسبب ميوزس فده هيقلل بتزود بتاعت الجسم كله بالنسبة للبرونكاي هتسبب برونكو كونستريكشن بالنسبة للجي اي تي هتزود السكريشن والموتيلتي بالنسبة للجين تورين تراكت هتزود التون فهتعمل كونتراكشن يعني فهتزود الاكسبالشن بتاع اليورين بالنسبة بقى للأدبيرس افكتس بتاعتها أو صاد افكتس الأثار الجانبية هتسبب براديكارديا وهايبوتينشن ميوزس لكريميشن صلايفيشن سويتينج ارجانسي وسبونتين وسمكتيوريشن برونكو سبازمو هتزود برونكيا لسيكريشن كوليك ضيارية بسم الله مرحيم امتى ما استخدموش لو حد عنده براديكارديا لو حد عنده برونكيا لازمة لو حد عنده او حد عنده الاكشنز بتابع النيكوتينيك ريسيبتور استيموليشن قلنا على اسكليطة المصل هسبب تويتشز على الاوتونومي الجانجليا و الادرينا الجلاندة هتعمل لهم استيموليشن قالك الاسطايل الكولين لو خدته بلارج دوز هيزود الادرينالين والنور ادرينالين فهيسبب لك هايبارتنشن لما يكون معه اتروبين وليه الحالة بنسميها اسطايل الكولين ريفيرزل ماشي قالك ان البراسم باسومايميتك قسمناها لداركت و انداركت قلنا الداركت هتستيموليشن الكولينيرجيك ريسيبتور على طول اما الانداركت ها تمسك فيه الكولين استريز انظائي تمام ماشي وهنا قررنا بين الاسطايل الكولين والميسا كولين والبيسا نيكول والكورباكول مش هتكلم بقى كتير تمام قلنا الفايلوكوربين هو الترشري اماين وقلنا ما بيحصلوش هادوروليسيس فعشان كده ليليونجو دوريشن وبيشتغل المسكرينيك قولي وبيشتغل على العين ويزود السيكريشن وقلنا هو الدراج اوف التشويس بحاليات الجولوكومي امرجنسي تمام قلنا الانداركت بقى فيها فيها وفيها وقلنا بتمسك بالراحة يعني فعشان كده الانزام ممكن يرجعت زي ما هو وليها والمسك قوي فالنزام مش بيرجع فعشان كده ليها وقلنا بين الفيسيوستجمين وانيوستجمين وقلنا بتاعتهم وقلنا اللي هي عندها الكبرى انها تمسك فيه فترة اطول في الجسم فتزاوب من بتاعه وهي اغلبها اه توكسيك اغلبها توكسيك تمام هنجي بقى لحل السؤالين دولت قالك يعني بيمتص جزئيا الكرباكول ولا البيسا نيكول ولا اي وبي ولا الميسا نيكول الكرباكول والبيسا نيكول لو نفتكر ما كانش بيعاني من اي مشكلة فكان بيحصل لهم فالمشكلة عندي هيبقى هو اللي كان بارشيا تسح حاجة قالك بيشتغل اكتر على ايه على 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 اللي كان بيشتغل اكتر على كان اللي كان بيشتغل اكتر على الاي كان الفيسوستجمين فهو كان البيسا نيكول ميلي على عشر حاجة اه عشر سؤال انا انا كنت نسخاهم بالارقام بس ده مش العاشر يعني يعني بستخدمه بعد العملية اه ولا الكرباكول ولا البيسا نيكول ولا كلهم لو نفتكر اه كان الكرباكول بيستخدم صح اه البيسا نيكول كنت باستخدم بعض العملية برضو البيسا نيكول والنيوستجمين بوست اوبراتف تبقى ايه كل ده هي بس نقصة هيبقى كل اه اه الحمد لله المحاضرة خلصت اه سامحوني لو كان حصل اي دفكت اي قصور في الاسناء الشرح اه سامحوني بجد والله على اي قصور اه وربنا يا كريمني واكن ادرت بس يعني اخلكوا تفهموا كل حاجة اه ربنا يا كريمني برضو واكن يعني ادرت اكون عند حسن ظنكم ان انت كنت سمعتوا محاضرة وكده فان شاء الله هتكونوا فيمت كل حاجة وان شاء الله ماكنش في حاجة سقطت منكم واسامحوني برضو على اي حاجة وعت مني في النص السلام عليكم يا رب ربنا يا كريمكم ويصلح حالكم وسمعكم كل خير يا رب يا سنة اولى يالله السلام عليكم سانكيو بقى سانكيو